وينضم إلينا من لندن الزميل محمد فنيشيا مراسل الغد محمد ما هي أبرز ردود الأفعال على خطة سوناك لدعم القطاع الصحي في بريطانيا؟ نعم حسين رئيس الوزراء البريطاني ألقى في مؤتمره الصحفي رفقة رئيسة القطاع الصحي أماندا بريتشارد وكذلك رئيس هيئة الأطباء في إنجلترا ستيفن بويس مؤتمرا صحفيا داما تقريبا لمدة 45 دقيقة شرح فيها الثلاث خاصة الرئيس الوزراء البريطاني خطة الحكومة البريطانية لإصلاح منظومة القطاع الصحي في إنجلترا المخطط الذي يمتد حسين لمدة 15 عاما ترى الحكومة البريطانية أنه مخطط بحسب رؤيتها الناجحا سيقوم بخلق وظائف إضافية في قطاع الصحة بشكل أسرع بمعنى خلق مراكز تدريب للممرضين أو الأطباء من الطلب الذين يدرسون في هذا القطاع بشكل إضافي كذلك تقليص مدة دراسة الطب إلى خمس سنوات بدل ست سنوات رئيس الوزراء قال أن حكومته دعمت هذا العام القطاع الصحي ب 16% مقارنة مع عام 2018 و2020 وقال كذلك أنه سيتم توفير مناصب إضافية لكن كما جاء في مقدمتك السؤال العريض والأساس وهو مطالب برفع الأجور صحيح أن الحكومة قد استجبت للنقبات بأربعة فاصل خمسة في المئة بنسبة رفع الأجور لكن النقبات تطالب بأكثر من ذلك لم تستجب الحكومة هددت النقبات بأن الأسابيع المقبلة في هذا الشهر الذي يبدأ انطلاقا من يوم غد ستكون هناك سلسلة إضرابات وبالتالي صحيح أن المخطط فيه العديد من النقاط منها مثلا 2.4 مليار جنيع استرليني دعم القطاع الصحي خلال الخمس سنوات المقبلة الانتخابات مع العام المقبل ستكون الانتخابات العامة الانتخابات التشريعية العامة وبالتالي ستكون قد حكومة المحافظين تعود إلى الحكم أو قد يأتي حزب العمال والشعبية الحالية مرتفعة لحزب العمال إذن هل هذا المخطط فعلا سينجح؟ المعارضة حسين ردت مباشرة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي وقالت تتمنى من الحكومة لا تتنصل من وعودها مثل السابق بحسب رواية المعارضة وبالتالي هناك عديد التفاصيل إذا كان الشيطان يكمن في التفاصيل فإن الشيطان القطاع الصحي حاليا يكمن في رفع الأجور ورفع الضغط عن اليد العاملة في القطاع الصحي التي تعاني من الضغط نتيجة انخفاض عدد الموظفين نحن لا بد أن نشير أن من نهج سياسة التقشف في التوظيف كانت حكومة المحافظين في عام 2015 و2016 وبالتالي يبدو أن الإكرهات لا تزال طويلة ومن الصعب جدا التكاهن بحال حالتها على المستوى القريب شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميل محمد الفنيش مراسل الغد كنت معنا من العاصمة لندن ترجمة نانسي قنقر